أهلا بحضر لكم بعد الفاصل إحنا معنا نجمينا أنا قاعد والله العظيم مستمتع جداً لإنه كلامه شايق جداً وعمالي بيجيب حاجات من هنا وحاجات من هنا اللي حضر لكم بتحب وتسمعوه إنت بتقولي ثبت شخصيتك إزاي؟ فحرس خلو بعد الكابت الحلمي طولها السنة الأولى دي كانت سنة صعبة جداً علي ها أنت مغدود؟ مغدود جداً ها وسنة إثبات زيت زي ما بقولك إما كنتك هلاعب أيوه برضو دي هتثبت شخصيت طر العشري وهوية طر العشري كمدرب كمسؤول أول صراحة يعني سات المشير ربنا أرحمه كان ليه دور كبير جداً جداً في حياتي فيه أن أنا أثبت على الطريق نعم لأن السنة الأولى دي كانت بالنسبة لي السنة مزبزبة في الدور الأولاني نتائج طبعاً مختلفة تماماً مجموعة كبيرة جداً من الهزايم ويمكن أنت لو تتذكر أن المدرب الوحيد اللي بدأت برجوع بأربعة أربعة أثنين في ظل كل الفرق في مصر ما أنا بقولك إنت ليك طريقة والطريقة دي هتكتب بإسم فالمهم الدور الأولاني النتائج جوحش جداً ما خبتش أن يمشوك؟ كان لو عبد الرحيم رئيس النادي لا ما خبتش أن يمشوك بعد النتائج ما أنا أقولك أنك طبعاً كان الزن كتير جداً على هو أبن رحيم إن هو يمشيني وإن طارق مدرب صغير عاوزين مدرب كبير فكان يروح للسات المشير يقوله إحنا عاوزين مدرب كبير وطارق وكان سات المشير يقوله في ظهرك بقى يحصل إن الدور الثاني النتائج تتحسن بنسبة 100% سنة كم؟ 2005 2005 2005 اللي بديت بداية مع حرص الحدود حرص الحدود والدور الثاني حرص الحدود يبقى أفضل نتائج بعد النادي الأحلي أفضل نتائج بعد النادي الأحلي بضبوط في الشك الدور الثاني ده أعطاني صلابة يعني تركيز في مكاني وثقة حفظت الفرقة بتاعتك بقى بينها وبين الإضاءة كان الفرقة دي طبعاً نفاكرها مدعيد أحمد عبد الغاني عبد السلام النجاح محمد مكي محمد حليم كان عبد الحميد بسوني معايا كلاعب مجموعة كبيرة جداً من اللاعبين أحمد كمال محمد فاروق من الأهلي يعني مجموعة هشام حنفي مجموعة يعني تساعدك إنك تعمل فرقة كويسة وده اللي كان اللي كان في الدور الثاني يعني اللي احنا عملناه في الدور الأولاني وكانت الانتاج مزبزبة أي إدارة نادي تاني كان هنضحي بيا لكن أنا عاوز أقول لك عشان كده بقول ربنا ما سيب ربنا ارحمه سيات المشير عمال السادات عرج عن بيعمل ايه يا كابت المصطفى بيجي اتفرج على التمرين بيجي يمشي في التراك أثناء التمرين أثناء التمرين ويشوف إن أنا بشتغل ولا لا وكانت ليه رؤية كل ما يروح يقوله إيه طرى العشي ده يمشي يقولهم لا أنا ليه نظرة في الولاب ده يا السلام والله العظيم يا كابت المصطفى شكرا